أشهد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور نايف الحجرف برئاسة المملكة لقمة العشرين والتي تنعقد افتراضيا برئاسة خادم الحرمين الشريفين وثمن معاليه الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها المملكة خلال فترة ترأسها مجموعة العشرين على الرغم من الظروف التي اشتاحت العالم أجمع حيث أثبتت المملكة دورها القيادية والمحورية في التحضير وإدارة أعمال القمة والاجتماعات التي انعقدت على جميع المستويات الأمر الذي سينعكس إيجابا على دعم وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات والعمل على مستقبل أفضل للجميع مؤكدا أن هذه الرئاسة المستحقة وهذا النجاح الكبير يمثلان علامة فريقة في مسيرة مجموعة العشرين